التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مدار أيام متتالية بحزب مستقبل الوطن وحزب حماة الوطن يأتي ذلك ضمن اللقاءات التي تعقيدها التنسيقية للاستماع لتطلعات الهيئات والنقابات والأحزاب حول برنامج عمل الرئيس القادم 2024-2030 وترجمت وصياغت هذه التطلعات في برنامج انتخابي يستهدف طرحه بين يدي مرشحين الانتخابات الرئاسية وركزت اللقاءات على عدد من النقاشات أهمها هي دعوة الأحزاب للمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة بجانب ما تم من اشتباك مع التحديات التي تواجه أصحاب المصالح التابعين لهذه الجهات في مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وصياغة عدد من التوصيات يمكن من خلالها مؤجهة هذه التحديات والتغلب عليها كما التقى وفده تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين الدكتور علي الدين هلال كونه أحد أهم الشخصيات العامة المؤثرة وصاحب خبرة سياسية لسنوات طويلة من أجل ترجمة خبراته في صياغة حلول الاتحديات التي تم تقديمها من الهيئات والأحزاب والنقابات الأخرى ترجمة نانسي قنقر شكرا